تتخذ الأزمة الأوكرانية والتوتر الروسي الغربي على خلفيتها بعداً تصعيدياً دولياً أكثر فأتها وهو ما تجسد خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي بحثت هذه الأزمة بطلب من الولايات المتحدة وشهدت مواجهة بين موسكو وواشنطن على وقع المزيد من الضغوط الغربية على روسيا ضغوط تتراوح بين التهديد بالتصعيد العسكري والتلويح بسيف العقوبات هل تنهي جلسة مجلس الأمن هذه الأزمة أم تصاعدها؟ هل تشكل العقوبات رادعاً لروسيا أم العكس؟ فكيف يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن الباحث في القضايا الأمنية والخارجية أدم روزفيلت ومعنا من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق أليكزاندر زاسبكين مرحباً بضيفي سيد روزفيلت مرحباً بك معنا من واشنطن جلسة عادية لمجلس الأمن دائماً في مثل هذه الأزمات يكون هناك تسجيل نقاط لفظية تسجيل مواقف إعلامية ونقاط في العلاقات العامة لا أدري إذا كنت بعد هذه الجلسة أم لا من الذي فاز برأيك في هذه الجولة؟ بداية نسمع لي بأشكركم على هذه الاستضافة وأحييي طبعاً الضيف من موسكو طبعاً لم يفز أحداً لأن ما من فائز في الحرب ونحن على المستوى العالمي نحن نواجه الوباء وما زلنا في مرحلة الانتعاش والتعافي وأعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تنتظر التحركات من روسيا التي يمكن تصنيفها فعلاً على أنها تحركات من الحرب قبل القيام بأي تصعيد أرجو أن تتنبه أن أوكرانيا ليست بعد جزءاً أو عضو من حلف الناتو وهذه النقطة مهمة ولكن مما نراه في الأخبار ثمت سردية الغربية التي تأخذ موقفاً قوياً في الإعلام وتتحدث عن غزو روسي لأوكرانيا ثم هناك المسؤولين الأوكرانيين الذين يقولون أن الغزو الروسي ليس أمراً محتماً وأنا أعتقد أن الروسيين لا أعتقد أنهم سوف يغزون أوكرانيا أعتقد أن المسألة برمتها مسألة اقتصادية وسمت حاجة أمريكية أو روسيا أمريكية حاجة من الطرفين لأن يكون وضعهما أفضل في الاقتصاد إذن باختصار أنت تقول هناك نوع من التضخيم نوع من المبالغة في السردية الغربية إزاء هذه المخاوف من اجتماح روسي لأوكرانيا أقول إنه استناداً لما يمكننا تقييمه لقد قرأنا ذلك وقد استمعنا أيضاً من المسؤولين الأوكرانيين لقد حثوا على الهدوء وقالوا إن الغزو ليس محتماً وليس قريباً ليس وشيكاً أعتقد أنه من المهم أن نفهم ما يحدث على الأرض على الميدان ويبدو أن هناك سردياتان أعتقد أن كمحلل يجب أن نسمع من من هم على الأرض في الميدان ولا يمكنني أن أحدد ما إذا كان هناك مبالغة أولى ولكن أعتقد أن روسيا لا تريد أن تدخل في حرب وهي تعلم أنه طبعاً سوف تواجه العقوبات وأن الحرب مكلفة جداً لسيما أننا ما زلنا في حالة وباء وطبعاً سوف يكون هناك حملة كبيرة من العقوبات طيب سيد أليكساندر زاسبكين من موسكو مرحباً بك معنا أرجو أن أكون لفظت اسمك بالشكل المناسب الرئيس الأمريكي جو بايدن نعم نعم تفضل باللغة العربية سيد أليكساندر تسمعوني نعم طيب أنت تفضل الحديث باللغة العربية ونحن نعاحب بذلك دعني أستعرض معك بسرعة ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن حول هذا الموضوع يقول إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا ستتحمل المسئولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة اجتماع مجلس الأمن هو خطوة حاسمة لجعل العالم يوحد الصوت بشأن هذه الأزمة بداية هل وحد العالم الصوت بعد هذه الجلسة هذه الجلسات كما أشرت قبل قليل اعتدنا عليها في مثل هذه الأزمات كل دولة تحاول أن تدعم موقفها وتسجل نقاط لصالحها ما الذي استفدناه من جلسة مجلس الأمن هذه برأيها في رأي روسيان هذه الجلسة هي غريبة جدا فهي مبنية على مبادرة الأمريكية الطرف الذي اخترع كل هذه المشكلة ومنذ الأول وخلال الأشهر الأخيرة تقف روسية بحزم إلى أنه كل ما يخدس مفبرك كل يوم كل ما يمر الوقت فنحن نرى أنه ربما هذه هي خطة مدروسة مسبقا الأمريكية بريطانية أو بريطانية أمريكية هذا غير واضح ولكن التوجه الأساسي الاستخدام روسية أولا ثانيا أوكرانيا لا يهمون بها على الإطلاق هذه ورقة فقط لديهم استخلال هذا الموقف الأوكراني وسالسا استخدام أوروبا القارة الأوروبية بريطانيا خرجت من الانتخاذ الأوروبي والآن يحاولون هم أمريكا وبريطانيا أن يخلق المشاكل للدول الأوروبية هذا ما هو يخدس هل هذا سيؤدي إلى الحرب نحن لا نعرف ولكن الهيستيرية مستمرة وهذا شيء خطير خاصة إذا حصل استفزاز من جانب الأوكراني بالتحديد طبعا الرئيس زيلنسكي هو خائف الآن كتير من انزلاق الحرب فلذلك تراجع في كلامه ولكن هناك متطرفون وهناك خصوم لزيلنسكي وربما يستغلون فرصة لقيام بالاستفزازات خطيرة ضد دونباس وهذا الشيء خطر الأساسي طيب سيد أليكزاندر أنت تقول كل المسألة مسألة مفبركة مهولة مضخمة من قبل هذا التحالف الأنجلوسكسوني كما أشرت الأمريكي البريطاني ولكن المعطيات على الأرض تشير إلى عكس ذلك السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيل تقول لدينا أدلة على أن روسيا تنوي توسيع وجودها إلى أكثر من ثلاثين ألف جندي قرب الحدود البلاروسية مع أوكرانيا في أوائل فبراير القوات الروسية ستكون حينئذ على بعد أقل من ساعتين شمال كييف هذا فيما أتعلق ببيلاروسيا ولكن أيضا على الحدود الروسية الأوكرانية نتحدث عن حوالي مئة ألف جندي روسي المعدات المتطورة من الصواريخ إلى القاذفات إلى المدافع إلى آخره كيف يمكن الحديث عن فبركة لهذا الأمر والتحركات العسكرية واضحة في الميدان سيد أليكزاندر أولا الخديث عن مئة ألف هذا خديث أمريكي وربما مخابرات أخرى وليس خديث روسي واليوم نافع مرة أخرى المنضوب الروسي في الأمم المتحدة هذا الموضوع حتى بالنسبة لثلاثين ألف فهذا الزون أنه إشارة إلى التمارين الأسكرية روسية بلاروسية على كل حال حتى ولو افترابنا أنه هذا صحيح وهناك مثل ما تفضلت مئة ألف وثلاثين ألف فهناك على الأقل مئة وإشرين ألف جوندي أوكراني هناك والخديث الأكراني الرسمي أنه قوات روسية غير كافية للقيام بالهجوم وهذا واضح تماما علاوة على ذلك يجب يكون المفهوم للعالم للأسف الشديد أنه هذا دائما الاعتماد على المعلومات السفيرة الأمريكية ومخابرات أو شيء ممكن تذكر كولين باول الذي أيضا كذب في المجلس الأمن قبل الحرب ضد العراق ولكن بنسبة للأهداف الروسية فليس لمصلحة روسية للشياح لأوكرانيا ما في هدف ولا عسكري ولا سياسي ولا اقتصادي بالعكس أن دولة أوكرانيا دولة منهار اليوم فنزام النازي يجب الشعب الأوكراني يجب أن يقف ضده وليس الجانب الخارجي إذا تدخلت افتراضيا روسيا إلى عمق أوكرانيا فيكون هذا طيار المتطرف ليقول أن نحن كنا على الحق عندما هذا واضح تماما جيد سيد روزفلت سفير الروسي لدى الأمم المتحدة كما أشار سيد أليكساندر السيد فسيلي نبانزيا كان له تعليق اليوم في الجلسة يقول الولايات المتحدة تريد خلق حالة من الهستيريا وخداع المجتمع الدولي باتهامات لا أساس لها خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن بشأن الأزمة حول أوكرانيا يعني كما قال السيد أليكساندر هذه مشكلة من الاختراع الأمريكي مفبركة أمريكيا ربما بالتعاون مع بريطانيا أو جهاد غربية أخرى ولا أساس لها من الصحة وروسيا لا مصلحة لها في اجتياح أوكرانيا ما رأيك في هذا الكلام هل كل المسألة بالفعل مفبركة بهذا الشكل حزنا أنا أقول كجهة حكومية فإن الريت المتحدة تركز على استخدام الاستخبارات من أجل حصول على الوقائة هذا أولا ثانيا إن الحجد العزقري في مناطق أساسية تمثل أماكن نزاع محتملة هذه محاور نعلم أنها أدت إلى طبعا مشاكل وأن روسيا كانت طبعا كانت معنية في التشكيل الحكومية في أوكرانيا هذا أمر وأمر ثاني كان هناك هجوم سيبراني ضد أوكرانيا وأعتقد أن روسيا كانت خلف هذا الاعتداء السيبراني لأن هناك أدات قادرة من خلالها على التحكم بمصادر مهمة إذا كانت أو تتيح لها معرفة معلومات بشأن العسكر الأوكراني وأعتقد أن هناك سرديتان كما طرحت من قبل ويجب ناقشتهما وأعتقد أن الاستخبارات الأمريكية والحلف أضاء الحلف الناتو يجب أن يتناقش ولكن هما صارمان جدا فيما يقولانه وطبعا يجب أن يكون هناك معلومات استخباراتية ومن دون الحصول على ذلك لا أرى أن الجميع أو أي كان يمكن أن يأخذ الكلام ويتحدث أمام الجلسة من دون أن يكون لديه معلومات استخباراتية دقيقة أعتقد أنهم أنجزوا فرضهم إذا صح التعبير ولكن ربما قد لا يكون ذلك في مصلحة سياسية ولكن لا يمكن التحدث من دون أي وقاء طيب سيد أليكساندر الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي تقول الولايات المتحدة أعدت عقوبات تستهدف أفرادا من النخبة الروسية وعائلاتهم إذا غزت روسيا أوكرانيا واشنطن حددت أفرادا ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكراملن يدورون في فلكها هؤلاء الأشخاص كانوا أهدافا للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية حديث متزايد عن فرض عقوبات على روسيا ربما على الطبقة أو الحلقة المقربة من الرئيس بوتين ربما على الرئيس بوتين نفسه في حال كان هناك تحرك عسكري ما ولكن البعض في الغرب يقول أنه روسيا لن تجتاح بالضرورة أوكرانيا عسكريا من خلال الحدود وكل هذه الأمور قد يكون هناك هجوم سبراني هجوم إلكتروني قد يكون هناك محاولة القيام بانقلاب تتنصب من خلاله روسيا شخصية موالية لها في أوكرانيا هل هذه السيناريوهات محتملة من وجهة نظرك صحيح أنه نحن نرفض كل هذه الأشياء جملة وتفصيلا بنسبة للأقوبات ضد الأشخاص أو ضد رئيس بوتين فهذا كلام فارغ ما فيش عنده مضمون من الأشخاص الكاربين حتى سألوا أظن أنه الوزيرة في البريطانيا قالت أنه لا نريد أن نكشب أو نحكي الآن بالتهديد بنسبة بالكارسنة الإلكترونية فمن المعروف أنه كل القصة التي بدأت منذ الانتخابات الأمريكية بعدين قالوا أنه لا هذا كانت لعبة للحزب الديموقراطي هذا أيضا هذا تكرار دائما نفس الخضاع أنه كيف يمكن أن نسق للمخابرات الأمريكية بالأكس أنه نحن ناسق ولا كلمة للمخابرات الأمريكية الهجوم ضد روسيا في كافة المجلات يعلاميا سياسيا والمخابرات تلعب دور أساسي في هذا الهجوم فهذا شيء عجيب أنه نحن نصدق الكلام لهؤلاء على الإطلاق فبالتالي مثل ما قلت ما فيش هناك غدف روسي ما فيه أما الحكومة شو اسمه الحكومة موالية لروسيا هذا أيضا الناس الذين يعرفون وله شيء بسيط عن أوكرانيا هم يعرفون جيدا عنه هذه القصة خضاع قالوا أنه هذا مرايف مرايف هو معيد كل البوط عن روسيا عن روسيا هو بحكي كلام كلام هناك حديث عن مرايف وشخصيات أخرى سيد أليكساندر تتحدث عن النائب السابق مش هيك في البرلمان ناس في العالم هم لا يعرفون هؤلاء الأشخاص فلذلك إذا قالوا هذا مرايف أو هذا فلان وهذا فلان من يعرف عنه من هؤلاء نحن نعرف نحن نعرف في أوكرانيا وفي روسيا نحن نعرف هؤلاء الأشخاص عما العالم لا يعرف كيف تصير أن المجتمع الدولي يعرف أن الروسية تريد على حكومة موالا لها هذا الشيء مدخط مكي طيب سيد روزفيلد قبل قليل كان هناك تصريح للخارجية الأمريكية يقول أن الولايات المتحدة مساعي الولايات المتحدة لا تهدف إلى إثارة الهلع بقدر ما تهدف إلى ظهار الردع في حال قرر الرئيس بوتين أن يمضي قدما في مسألة اجتياح أوكرانيا هل نحن نسير باتجاه مزيد من التصعيد برأيك أم أنه القنوات الدبلوماسية قد تكون فعالة أكثر في الفترة القادمة خاصة وأن هناك أصوات بدأت ترتفع في الغرب بشكل أوضح فرنسا ربما ودول أخرى تريد التجديد على هذا المسار الدبلوماسي أنا أعتقد أنه يجب أن نضيف مزيد من المصطلحات هنا هذا الأمر هو دبلوماسي ونبحث أعتقد أنها مناقشة اقتصادية بشكل بحث لقد رأينا طبعاً إدارة بايدن تقوم باتفاقيات ونحن نعلم قصة أنبيب نورتسريم وطبعاً هذا سوف يساعد الانتعاش الاقتصادي في روسيا وسوف يكون يدر بالكثير من الأموال والفرص فرص الأعمال والسيد بوتين يعرف تماماً كيف يقوم بالمفاوضات أعتقد أنها مناقشة أعمال واقتصاد وطبعاً يجب أن كل طرف يريد أن يبرهن عن قوة موقف أعتقد أن الأمر يتعلق بالاقتصاد ولكن في الواقع أعتقد أن السيد بايدن قرر أنه لا يريد أن ينشر نتائج المفاوضات من الجهة الأمريكية وطبعاً هذا أمر غير مفهوم نحن نريد أن نفهم ما الذي يتم التفاوض به أنا أعرف حالياً أن الرئيس بوتين طبعاً ضماناتها أو مطالباته لن يتم الاستماع لها أو تلبيتها نتكلم هنا عن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ولكن السيد بوتين بدأ من الجهة الأصعب للتفاوض ولكن لديه منحنى وطبعاً هو يركز بشكل أساسي على الاقتصاد أنا لا أرى ذلك على أنه مصار ديبلوماسي أرى أنه محادثة معنية بالاقتصاد والسيد بوتين ركز كثيراً على حدد فرص كبيرة لبلاده والولايات المتحدة سوف يتعانى عليها أن تأخذ قراراً في هذا الإطار ولكن العمليات العسكرية سوف تستمر بالتعاون أيضاً وطبعاً هذا لن يتوقف وطبعاً أكرر أن هذا الأمر يتعلق بالاقتصاد طبعاً ولكن أيضاً المساعد الدبلوماسية ما زالت قائمة هناك اتصال غداً اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي هناك ربما زيارة مرتقبة ولقاء شخصي بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس بوتين سننتظر على كل حال لنرى نتائج هذه التحركات أشكرك السيد أدم روزفلت الباحث في القضايا الأمنية والخارجية كان معنا من واشنطن وأشكر ضيفنا من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق السيد أليكزاندر زاس بكين شكراً جزيلاً لكم اشتركوا في القناة